اشتركوا في القناة ايضا مع مبارك بن سعيد بن حمدش وسالم بن سعيد بن حمدش ومنصور ايضا ابن سعيد بن حمدش الخيلي سلام الخزنة سلام في اول اشواطي هذا المساء شوط الاول الرئيسي الخاص بالابكار اللي قاية المحليات الاصائل ضمن الاشواط المفتوحة صاحبة التوقيت الافضل 7 دقائق 15 ثانية بالفعل تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير بينما ياتي شوط البندقية بندقية الجعدان المحليات الاصائل فذهبت مع عالي لسعيد بن غصاب رعي الطير العامري فاكد قائد المصانع الجنوبية التراثية هذا الفوز والانتصار هنا ايضا سعيد بن غصاب رعي الطير العامري واخوانا وعبد الله ايضا بن سلطان الغفالي وعمر بن غصاب ايضا العامري من يستلم هذه البندقية التي قدمت من خلال عالي بالفعل تهانينا نزفها الى غصاب بن مصبح رعي الطير العامري قائد المصانع الجنوبية هنا عمر بن غصاب ايضا وسعيد بن غصاب يرفع البندقية وهنا ايضا عبد الله بن سلطان الغفالي يرفع عصر البندقية المضمر مشاهدين العزاء متابعين الكرام تهانينا والناموس الف الف مبروك هذا الفوز وفرحة الناموس في هذا المساء هنا عبد الله بن سلطان الغفالي مشكور على ايضا التتويج بهذا الكاس ايضا او بهذه البندقية عظوا صور تذكارية جميلة هنا ايضا يستلم ايضا ابو شجعان استاهل بالفعل هنا يأتي الشوط الثالث هنا سهيل بن علي بن مبروك الجنوب ايضا واحد من الاسماء المنضمة الى هذه القافلة قافلة ايضا عزبة رعي الطير بينما يأتي الشوط الثالث والخاص بالمهجنات فكان الواثق مع الموعد وسياق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي هنا سمو الشيخ طحنون بسلطان بن حمدان بن محمد دان الهيان هنا من يتوج هذا المساء ايضا بحضوره المشرف على ارضية هذا الميدان شكرا ايضا بسلطان على هذا الحضور المشرف هنا محمد بن راهد بن غدير ايضا واحد من الاسماء القوية وهنا ايضا الدنمو احميدي بن سالم العمري وابناء ايضا بن غدير يتواجدون هنا ابناء محمد بن راهد بن غدير هنا مشاهدين العزاء ابطال مرغم من يتوجه ايضا بهذا المساء الف 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 مفروك هذا الفوز الكبير هنا الدنمو الاحميدي بن سالم العمري من قد السياقة بالفعل ولكن هناك أيضا تهانينا لهم بهذا الفوز تهانينا الحمد بن راهد بن غدير ولسالم بن راشد بن غدير أيضا للعلي بن راشد بن غدير والسعيد بن راشد بن غدير وأيضا المتواجد هنا في هذا المساء محمد بن راهد بن غدير على هذا الفوز الكبير الذي سجل من خلال سياقه بالفعل تهانينا لهم والنموس على هذا الفوز الكبير شكرا لحميدي بن سالم العامري الدنمو بينما نبدأ بالشوط الرابع الذي كان فيه سرمد محمد بن حمد بالعود العامري ليعزف الوتر الأول هنا طربا بهذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس مشاهدين العزاء متابعين الكرام هنا بالعود مبارك بالعود العامري إذن هنا مبارك بين العود العامري وأخوانه الكرام هنا في استلام هذه البندقية بالفعل هنا جماهير غفيرة تحضر هذا أيضا التتويج الكبير كما تشاهدون هنا عبر قناة ياسر رياضية تهانينا لمحمد بن حمد بالعود العامري البندقية بندقية أيضا سرمد بالفعل تهانينا والناموس على هذا الفوز صورة ذكرية مع سمو شيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان عاصر مضمر بالفعل التي أيضا أتى بها سرمد في هذا المساء تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير والمشرف بالفعل ألف 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 مبروك هذا الفوز الكبير هنا أيضا مبارك بالعود العامري في فرحة وابتسامة رائعة بالفعل مثل هذه أيضا الانطلاقات عائلة بالعود بالفعل هي من تاتي أيضا بهذا الفوز والانتصار وهذه الفرحة المساية بالفعل هذا هو أيضا سرمد نبدأ بأشواط الانتاج والمنتجين أشواط الانتاج هنا بعد الصور التذكارية لسرمد شوط الرئيسي ذهب مع جبارة منصور بن سالم بن هيه العامري شوط الابكار المحليات الأصائل تهانينا والناموس لمالك جبارة منصور بن سالم بن هيه العامري من فئة الانتاج وشوط الكاس كاس الابكار المحليات اللقاية إذن هنا يسجل باسم جبارة لمنصور بن سالم بن هيه العامري تهانينا والناموس هنا في هذا المنظر الجميل للغاية وعام التسامح بالفعل هو عام 2019 كما عشنا عام يزايد عام 2018 هنا بالانابة ياتي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يستلم هذا الكاس شكرك المجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يستلم الكاس وعصى المضمر بالانابة عن منصور بن سالم بن هيه العامري ألف ألف مبروك هذا الفوز الكبير بينما ياتي شوط الجعدان فكان المسك لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري أيضا المجازم من قدم المسك ألف مبروك وبندقية الجعدان بالفعل التي ضفر بها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بوسعيد بالفعل بن زيتون قدم المسك بالفعل بسبع دقائق 22 ثانية ستة أجزاء من الثانية بن زيتون يستلم أيضا في هذه اللحظات من خلال تواجد المسك في هذا الأزاء الكبير وفي هذه التحديات المثيرة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام هنا البندقية بندقية الجعدان مع بن زيتون هنا الكاس هنا أيضا تسليم كاس أيضا المسك هذا بن هيه بالفعل هو من يستلم ويأتي دور بندقية الجعدان من خلال هذا التواجد الكبير الذي قدم من خلال أيضا المسك هذا بن هيه هو أيضا منتا للتتويج بن هيه مالك جبارة في الشوط الخامس بن هيه مالك جبارة في الشوط الخامس بالفعل حصل على أيضا الكاس بالفعل تهانينة والناموس هنا على هذا الفوز الذي قدم من خلال جبارة منصور بن سالم بن هيه العامري تهانينة والناموس أيضا بن هيه أبناء بن هيه من قدموا جبارة سهيل بن منصور بن هيه العامري تهانينة والناموس سلام يا زاخر سلام على هذا الفوز الذي سجل من خلال جبارة في الانتاج نشوة الانتاج وفخر الانتاج للفعل شاهدنا أيضا بن زيتون استلم مع المسك وشاهدنا أيضا بن حزام من قدم أو بن أخزام بالفعل حمد بن عبد الله بن أخزام هنا أيضا جميل سالم بسعيد بن كاسب المسافري هو من ياتي لاستلام بندقية أيضا الجعدان المهجنات الانتاج سبعة دقائق ثموت عامل ثاني سبعة قزامل ثاني ألف ألف مبروك أيضا هناك سالم بسعيد بن كاسب المسافري على هذا الفوز الذي يقدم من خلال هذه الانطلاقة القوية وهذه البندقية التي قدمت في أيضا شوط الجعدان المهجنات الأصائل للإنتاج هنا سالم بسعيد بن كاسب المسافري تهانينة وألف ألف مبروك شكرا سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان على أيضا تتويج الفائزين في هذا المساء تواصل مستمر مشاهدين ومتابعين الكرام في هذه الانطلاقات القوية في هذه التحديات المثيرة في عالم الأصائل هنا 16 شوطا في هذا المساء انقضت 9 أشواط ليتبقى ونبدأ أيضا في انطلاق جديد وفي انطلاق مميز مشاهدين متابعين الكرام في هذا المساء الجميل